يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة كل مشاهدي قناة نايل لايف في داخل جمهورية مصر عربية وخارج جمهورية مصر عربية في كل سنة وحضرات طيبين ناقص تقريبا 24 ساعة بقرى يعني وان شاء الله نبتدي سنة جديدة 20-24 ونقفل سنة 20-23 بكل انجازاتها بكل مشاكلها بكل تحدياتها بكل ما هو يعني واجهه الشعب المصري من تحديات ومن مشاكل بشكل عام وايضا كل الانجازات الكثيرة برضو اللي حصلت في بلدنا جمهورية مصر العربية نخش في سنة 20-24 وحنا عندنا دايما امل ان احنا نتمسك بالانجازات اللي حصلت على الارض وفي نفس الوقت كل التحديات كلنا ايد واحدة يا مصريين امام اي تحدي ايا كانت تحدي ده ايد واحدة قدام اي تحديات نقدر نتجاوزها نقدر نحلها نقدر نشوف حلول ليها ايا كانت كل سنة وحضرتك طيب فخامة الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى لقوات المسلحة المصرية كل سنة وحضرتك طيب واهل بيتك بالف خير وبالف صحة يا رب الله يكون فعونك يا رئيس مصر نقلتنا من دولة او لا دولة الى دولة قوية نقلتنا من لا دولة في عشرين الفين واثناشر والفين وثلاثتاشر الى دولة قوية بمؤسستها قوية الله يكون فعونك والله يكون فعون الدولاب المساعدين والمستشارين المية وخمسة مليون مواطن مصري والتاسع على فكرة ضيوف لجمهورية مصر العربية واحنا داخلين كده عشرين اربعة وعشرين عارفين كويس قوي الناس اللي حضرتك فخامتك دايما تقول عليهم اهل الشر بجنسياتهم المختلفة وقاديانهم المختلفة وباشكالهم المختلفة ما زالوا عايزين الشر البلدنا وعشان كده ما فيش دولة في العالم يا مصريين عندهم تهديد امن للامن القومي في استجاهاته الاستراتيجية الأربعة زي مصر فالضغط على الدولة المصرية اللي أصبحت قوية وليها صوت وليها رأي بيتم الاستماع إليه وليها قرارات خاصة بيها في نهاية كده عشرين تلاتة وعشرين وحد داخلين على عشرين أربعة وعشرين نحس بس بقيمة الدولة المصرية وما وصلت إليه الدولة المصرية عالميا وعشان كده هم مش راضيين ان الدولة المصرية تبقى قوية وتستمر بكثير بقى من التحديات من أول الأمن القومي في تجاهاته الاستراتيجية الأربعة اللي مفيش دولة في العالم عندها هذا التهديد لغاية طمع وجشع التجار لمعلقة سكر داخليا وكيلو بصل من أول تحديات العالمية والضغوط العالمية لغاية الضغوط والمشاكل الداخلية الدولة المصرية في خلال تسع سنوات رجعت تاني قوية عن الأول فاللي مش حابب ان دولة جمهورية مصر العربية في هذه المنطقة تبقى قوية مستمر في الضغط عليها ما هو حضراتكو يا مصريين انتو اللي عدلتوا الدفة انتو اللي عدلتوا الدفة ما كانتش صدفة ما كانتش صدفة العراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا وكان تونس اللي حكمها الإخوان واحنا حكمونا الإخوان ما كانتش صدفة انتو عدلتوا الدفة بتلاتين ستة الفين و تلاتاشر وعشان رجعتوا أقوية فبيزيد الضغط على الدولة المصرية أكتر واكتر فعشان كده أنا بقول الله يكون فعون رئيس مصر اللي عنده التحديات زي ما أنا قلت في اتجاهات الاستراتيجية اللي أربع عندك حضرتك اسرائيل وفلسطين والحماس وخط التهجير الفلسطينيين عشان يخش سيناء وتصفيت القضايا الفلسطينية والعظمة اللي بتعملها الدولة المصرية في الوقوف بجانب الفلسطينيين من مساعدات وخيم والهلال الأحمر المصري بحاجات كتير قوي للأمم المتحدة لمجلس الأمن لكل حاجة لأهلينا في السودان حضرتك مش سايبنا بقولك في الاتجاهات الأربع مش سايبنا واحد شرق اتنين جنوب السودان والدعم السريع ومش الدعم السريع والجيش السوداني والدعم السريع بقى مع أسيوبيا ليبيا الف كيلو متر حضرتك حدودك دي اللي كانت بينطلك منها الإرهاب قبل ما نقضي على الإرهاب في سينة حضرتك في السنوات الماضية العملية الشاملة اللي استشهد فيها عظماء مصر من الجيش والشرطة لسه برضو الشرق والغرب مش عايزين يعمل الانتخابات مش عايزين استقرار عايز الحدود دي تبقى دايما طول الوقت مهددة فجنوب شرق غرب شمال والتهديد بقى حضرتك في الحقول الغاز وأطمع المختلفة لصروات مصر ده غير حضرتك التهديد اللي هو بتاع اليمن الحثيين وتهديد المجرى الملاحي حضرتك في البحر الأحمر ده غير حضرتك ده غير حضرتك تهديد أمن القوم المائي ومشاكلنا مع أسيوبيا اللي بقى لنا أكتر من عشر سنين بنتفاوض عشان نيقول لهم يا جماعة أنتوا من حققكم تعملوا اللي أنتوا عايزيني وتنموا بلدك بس خليني نتفق على حسة نصر والملء وال عشر سنين وما فيش فايدة ده غير بقى الحاجات الاقتصادية والدولار يعني عندك مشاكل كتير بس طالما إحنا إيد واحدة يا مصريين أمام أي تحدي حنقدر نتغلب عليه حنقدر نمر منه ونطلع بفوائد منه طول ما إحنا إيد واحدة أمام أي تحدي الله يكون فعون المسؤولين اللي عايزين نعمله أمن قومي في الغذاء اللي طول الوقت عاملين نحاول في زيادة الرقعة الزراعية وملايين الفدادين اللي بتزيد عشان نبطل نستورد أمح يا أكبر دولة في العالم بتستورده الأمح يا مصريين ودولارات دولارات دولارات وزيت الأكل الطعام تسعين في المية بنستورده والأمح بيزيد سعره برة والزيت بيزيد فسعره برة بيزيد فحضرتك بيزيد عندنا فاحنا مش قادرين نستوعب إن الزيادة موجودة في كل حتة في العالم ومع ذلك بتدعم الدولة المصرية رغيف العيش ميتين وتمانين مليون رغيف في اليوم يا مصريين بتاكلوه بالهنة والشفا بس احنا اكتر دولة اكتر شهر في العالم بيحب العيش لدولة حضرتك بتستورد الأستيك بتاع الفلوس والأستيكة وقلم الرصاص لحلم الدولة المصرية إنها تزود الصناعة في مصر وتبطل استيراد بقى نبطل بنرمي دولارات برة بنستورد كل حاجة في حياتنا ونشجع الاستثمار إذا كان مصري أو أجنبي القطاع الخاص عشان يشغل عشان يبقى فيه عامل مشاريع بتنجح عشان يشغل شباب مصري وشبات كل ده أنا عمال أرغي في حاجات عايزين نبقى حطينها بس وإحنا داخلين عشرين واربعة وعشرين اللي هو بعد بكرة إحنا آه بنقفل صفحة تلاتة وعشرين بمشاكلها بإنجازاتها بكل حاجة بس على فكرة إحنا وإحنا بنفتح عشرين واربعة وعشرين الحاجات دي لسه مستمرة معنا وارجع تاني أقول طول ما إحنا إيد واحدة يا مصريين حنقدر نتغلب على أي حاجة تواجهنا أيا كانت لأنه الدول حضراتكم اللي للأسف إخواتنا في جميع الدول العالم العربي في الربيع العربي سقطوا لأنهم ما كانوش إيد واحدة سقطت الدول لأنها ما كانتش إيد واحدة الشعب ما كانش إيد واحد الجيش مش جيش واحد والشرطة مش شرطة واحدة والشعب مش شعب واحد إنما إحنا بفضل الله جيش واحد وشرطة واحدة وشعب واحد ما فيش تفرقة ما بين أي مصري ومصري تاني أيا كانت الديانة أيا كانت التوجهات إيد واحدة كل سنة وحضرات طيبين سنة سعيدة إن شاء الله أنا بكرة مش حبقى موجود مع حضراتكم هيبقى زميل ليا بإذن الله تعالى بكرة الحد إنما حبقى معكم إن شاء الله بإذن الله تعالى واحد واحد عشرين واربعة وعشرين دلوه يوم الاتنين فأنا حبيت أقولك كلمتين دول وإحنا بنقفل صفحة عشرين تلاتة وعشرين مشان نتذكر بس مع بعض إحنا كنا فين وبقينا فين وبنقولش إن إحنا بقينا في الجنة لكن بنقول بنقدر نتغلب على كل الصعوبات بإذن الله تعالى لحياة أفضل للمواطن المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر